ما هو رأي فضيلتكم في صلاة التسبيح صلاة التسبيح ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليه أهل العلم ما بين مصحف له أو محسن وما بين مضاعف له أو حاكم عليه بالوضع والصحيح أن حديث الوارد في صلاة التسبيح لم يتبقى عن النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة ما قيل فيه منها من التبعيح وأيضا لما في صفة الصلاة أن الكرة فيه من الغرابة التي تخالف صلاة المعروفة والمشروعة بناء على ذلك فإن صلاة التسبيح لا تسرع ولا يجيب فعلها لأنه لن يتبقى فيها دليل لن يتبقى فيها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بكم أنه ليسوا العجابات كوثيثية لا يجيب من نفعها منها إنما فبت الدليل من كتاب الله أو صلة رسوله صلى الله عليه وسلم لك جزاكم الله خيرا